إذا ما تحدثنا عن الاستراتيجية الأمريكية في اليمن فمن ضمن جوانبها ما سمي بالديبلوماسية في مقابل الردع هل ترى أن هذه الاستراتيجية الأمريكية منذ تولي بايدن مقاليد الحكم في البيت الأبيض قد أثمرت في الشأن اليمني أم زادت الطين بالله؟ بالاستراتيجية الأمريكية في اليمن أعتقد هي معتمدة على الاستراتيجية المملكة العربية السعودية وهي محاولة خفض التصعيد والسعي لإنهاء الحرب والاجتماع على طاولة الحوار للخروج بحلول سلمية لكن أنا أعتقد من وجهة نظري أن هذه الاستراتيجية هي ربما تنفع مع الأنظمة التي تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية لكن أن يتم استخدام هذا المبدأ مع ميليشية الحوثي فأعتقد فإن هذا يعتبر البحث عن وهم السلام وعن وهم الاتفاق والاجتماع لأن جماعة الحوثي هي أصلا لا تستطيع أن تترعرع وأن تتعايش إلا في أجواء الحرب نحن نعرف هذه الحركة ولدينا خبرة معها منذ الحرب الأولى التي خيضت ضدها من قبل الدولة حينها هذه الجماعة كانت في كل فترة تنقض الاتفاقيات التي يتم توقيعها معها أو الوصول إليها بسبب ماذا؟ بسبب أن هذه الجماعة تتحرك في بيئة حرب دائمة أي لا تستطيع أن تكسب الأنصار خطابها العدائي لا يمكن أن ينتشر في أوساط الشباب اليمني إلا من خلال اختلاق الحروب فبالتالي اعتماد استراتيجية خفض التصعيد والدبلوماسية مع حركة ميليشاوية مسلحة تعتبد على الحرب في الانتشار والتوسع والتكسب ربما هذه عبثية زائدة أو ربما يكون هناك أهداف خفية فهو استغلال هذه الميليشيات لابتزاز المنطقة واستغلالها والوصول إلى أهداف ربما خفية وهذا هو المرجح